أي التعابير التالية يساوي القيمة المطلقة لـ A ناقص B؟ تذكروا، القيمة المطلقة لـ A ناقص B تمثل المسافة بين A و B، أي هذه المسافة. وتذكروا أيضاً أن القيمة المطلقة لـ A ناقص B تساوي القيمة المطلقة لـ B ناقص A. الخيار الأول، القيمة المطلقة لـ A ناقص القيمة المطلقة لـ B. حسناً، ما هي القيمة المطلقة لـ A؟ هي المسافة بين A وصفر، أي هذه المسافة. والقيمة المطلقة لـ B هي المسافة بين B وصفر. لاحظوا أن القيمة المطلقة لـ A ناقص القيمة المطلقة لـ B يساوي هذه المسافة. أي المسافة من A إلى B. إذن، الخيار الأول صحيح. يمكنكم التحقق من صحة الخيار الأول باستخدام الأعداد بدلاً من المتغيرات. وفقاً لخط الأعداد، A و B قيم سالبة، لأن كلاهما يقع إلى يسار الصفر. وتلاحظون أيضاً أن B أكبر من A، أو أنها أقل سالبية من A. افترضوا أن B تساوي سالب واحد، بينما A تساوي سالب خمسة. وحاولوا التحقق من صحة الخيار الأول. القيمة المطلقة لـ A زائد القيمة المطلقة لـ B، القيمة المطلقة لـ A هي المسافة الأرجوانية، زائد القيمة المطلقة لـ B، المسافة الزرقاء. أي، عليكم أن تجمعوا المسافتين معاً، لكن المسافة الناتجة تكون أكبر من المسافة بين هاتين النقطتين. الخيار الثاني خاطئ. تحققوا من صحة ذلك باستخدام الأعداد. افترضوا أن A تساوي سالب خمسة، B سالب واحد. القيمة المطلقة لـ A ناقص B تساوي القيمة المطلقة لسالب خمسة ناقص سالب واحد، ويساوي القيمة المطلقة لسالب خمسة زائد واحد، ويساوي القيمة المطلقة لسالب أربعة، وهي أربعة. أربعة تمثل المسافة بين هاتين النقطتين، أو طول الخط الأخضر. القيمة المطلقة لـ A زائد القيمة المطلقة لـ B يساوي القيمة المطلقة لسالب 5 ويساوي 5 زائد القيمة المطلقة لسالب 1 وهي 1 الناتج النهائي هو 6 لذلك الخيار الثاني خاطئ المثال التالي أي التعابير التالية يساوي القيمة المطلقة لـ A ناقص B؟ كما قلنا القيمة المطلقة لـ A ناقص B هي المسافة بين A وB المسافة التي أرسمها الآن A ناقص B بدون رمز القيمة المطلقة ربما تلاحظون أن A أقل من B فهي إلى يسار الصفر ولأن A إلى يسار الصفر فهي سالبة بينما B موجبة إذا كان لديكم عدد سالب وطرحتم منه عدد موجب تحصلون على عدد سالب بعبارة أخرى عندما تطرحون عدداً كبيراً من عدد أصغر منه يكون الناتج قيمة سالبة لكن المسافة بين هذين العددين هي قيمة موجبة دائماً لأنكم تأخذون القيمة المطلقة للمسافة إذن الخيار الأول خاطئ الخيار الثاني سالب ضرب B ناقص A حسناً ناتج طرح B ناقص A هو قيمة موجبة وذلك لأن B أكبر من A لكن هناك إشارة سالب خارج الأقواس لذلك ستكون هذه القيمة كلها سالبة بعبارة أخرى B عدد موجب وعندما تطرحون منه عدداً سالباً كأنكم تضيفون إليه هذا عدد لأن سالب السالب موجب لذلك يكون الناتج داخل الأقواس موجب لكن لديكم علامة سالب خارج الأقواس مما يجعل الناتج سالب كما في المثال السابق استبدلوا A وB بأعداد لتتحققوا من صحة إجاباتكم لتكون قيمة B هي ثلاثة وقيمة A هي سالب اثنان جدوا القيمة المطلقة لA ناقص B والتي ستكون خمسة ثم عوضوا قيم A وB هنا والتعبير الذي يكون ناتجه يساوي خمسة هو التعبير الحسابي الصحيح الخيار الصحيح في هذا المثال هو لا شيء مما ذكر حسناً اختر أفضل عبارة تصف المعادلة التالية القيمة المطلقة لـ 11 ناقص X أي المسافة بين 11 و X يساوي القيمة المطلقة لـ Y ناقص 3 وهي المسافة بين Y و 3 إذن تخبركم المعادلة أن المسافة بين 11 و X تساوي المسافة بين Y و 3 العبارة الأولى المسافة بين 11 و X تساوي المسافة بين Y و 3 هذا صحيح العبارة الثانية المسافة بين 11 و X تساوي المسافة بين Y و 3 حسناً المسافة بين 11 و X لا تساوي التعبير الموجود هنا فالمسافة بين 11 و X هي عبارة عن القيمة المطلقة لـ 11 ناقص سالب X أو القيمة المطلقة لـ 11 زائد X وهو عكس التعبير الموجود في السؤال نفس الأمر ينطبق على المسافة بين Y و 3 فهي تساوي القيمة المطلقة لـ Y ناقص سالب 3 أو القيمة المطلقة لـ Y زائد 3 وهو بالطبع ما لا تمثله المعادلة الموجودة في السؤال لذلك العبارة الثانية خاطئة المسافة بين 11 و Y تساوي المسافة بين سالب X وسالب 3 هذه العبارة غير صحيحة أيضاً المثال الأخير أي التعابير التالية يساوي مساحة المستطيل؟ تذكروا أن مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض الخيار الأول القيمة المطلقة لـ J ناقص L هذه J وهذه L J هي الإحدى في X لهذه النقطة L هي الإحدى في X لهذه النقطة حتى تجدوا طول المستطيل جدوا الفرق في الإحدى في X بين النقطتين ثم خذوا القيمة المطلقة حتى لا يكون الطول سالباً أي طول هذا المستطيل أو المسافة بين هذه النقطة وهذه النقطة على المحور الأفقي تساوي القيمة المطلقة لـ J ناقص L ضرب القيمة المطلقة لـ M ناقص Q هذه M وهي تمثل الإحدى في Y لهذه النقطة وهذه Q والتي تمثل الإحدى في Y لهذه النقطة القيمة المطلقة لـ M ناقص Q هي المسافة الرأسية بين هاتين النقطتين والتي تمثل عرض المستطيل عرض المستطيل يساوي القيمة المطلقة لـ M ناقص Q إذا ضربتم الطول وهو القيمة المطلقة لـ J ناقص L في العرض وهو القيمة المطلقة لـ M ناقص Q تحصلون على مساحة المستطيل إذن الخيار الأول هو الخيار الصحيح دعونا ننظر إلى الخيارات الأخرى حتى نتأكد أنها خاطئة انظروا إلى الخيار الثاني القيمة المطلقة لJ ناقص M J هي الإحداث X لهذه النقطة لكن M هي الإحداث Y ولا يجوز أن تطرحوهما من بعضهما الخيار الثالث القيمة المطلقة لJ ناقص N هذه J وهذه N يمثل كلا من J و N الإحداث X ولهما نفس القيمة وهي سالب 6 وعندما تطرحونهما من بعضهما يكون الناتج صفر لأنه لا يوجد تغير على طول محور X إذن الخيار الثالث لن يعطيكم مساحة المستطيل لكن إذا أردتم إيجاد طول هذا الضلع هنا فعليكم أن تحسبوا الفرق في الإحداث Y للنقطتين أي القيمة المطلقة لK ناقص O وإذا أردتم إيجاد طول هذا الضلع في الأسفل عليكم أن تجدوا الفرق في الإحداث X للنقطتين ويساوي القيمة المطلقة لN ناقص P أو القيمة المطلقة لP ناقص N إذن الخيار الأول هو الجواب الصحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر